أكد وزير الخارجية سامح شكري خطورة ما يشهده العالم من أحداث في مقدمتها الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف أدان شكري الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان محذرا من خطورة القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية تنعقد الدورة الحالية في وقت يشهد فيه العالم أبشع الغرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية بما في ذلك الخدشة الشرقية من استيطان وهدم للمباني وإقدام حامات عسكرية وغير ذلك من الانتهاكات التي رصدتها تقارير وبيانات أممية وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق ويستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القصري لتصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفحة الفلسطينية المنازل أخير لأخثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر